على شفى أزمة أخرى وربما انهيار فهو العراق الجديد يتأرجح من معضلة إلى أزمة فكارثة تحيط بالبلاد من كل جانب ويدفع ثمنها العراقيون دماء وأموال محاضرا ومستقبلا على مدى السنوات الماضية أقرت ميزانيات مليارية تكفي بحسب اقتصاديين لبناء دول حديثة ببنى تحتية وخدمات وعمران لكن آفة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة جعلت تلك الأموال أرقاما فحسب بتقارير الفساد الحكومي آخر الكوارث ما حذر منه خبراء اقتصاديون بأن العراق مقبل على أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية على خلفية تفشي فيروس كورونا وفشل الاتفاق بين منظمة أوبيك وروسيا يتركز الخطر بالموازنة التي أعدتها الحكومة فقد رصدت سعر برميل النفط بـ 56 دولار بينما هوى سعره إلى الثلاثين وذاك يوصل العجزة التقريبية في الموازنة إلى الـ 51 مليار دولار وبصرف النظر عن سوء التخطيط والفساد المحيط بالموازنة فإن المخاوف تتمحور حول عدم إمكانية دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين كما أن المشاريع المؤجلة والدرجات الوظيفية أصبحت لاغية بسبب العجز الكبير في موازنة العام الحالي البنك الدولي سبق أن حذر العراق من خطورة وضعه المالي وخاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة ما قد يدفع الحكومة للاقتراض مجدداً في وقت يتفاقب فيه الدين العام للعراق لحاجته الماسة إلى السيولة النقدية فوصلت عملية الاقتراض إلى مستويات خطيرة خبراء الاقتصاد أكدوا أن العراق يعاني من اختلالات هيكلية تمنعه من زيادة سيولته المالية فهناك موازنة ضخمة جداً تعاني من حجم مديونية كبير بالإضافة لاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط ما يضع الاقتصاد العراقي في وضع متأرجح بالتوازي مع أسعار النفط في العالم ستة عشر عاماً والبلاد تنتقل من أزمة إلى أخرى حتى تذيل العراق أغلب قوائم التصنيفات الدولية بسبب أحزاب بنت ثروات هائلة من قوت الشعب وأموال تصرف ضمن مشروع إقليمي تقوده إيران ترجمة نانسي قنقر